أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل وذكرنا أن صفات الذات هي عين ذاته المقدسة فلا فرق بينها وبينه يعني لا فرق بينه سبحانه وتعالى وبين حياته وعلمه وقدرته وهناك صفات الفعل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق ومن فعل الله سبحانه وتعالى تنتزع صفات وذكرنا أن هناك فروق بين صفات الذات وصفات الفعل من تلك الفروق هو أنه لا يصح سلب صفات الذات عن الله سبحانه وتعالى في أي وقت من الأوقات فلا يصح أن نقول لم يكن يعلم الله بزيد ثم علم به فهذا الكلام باطل قطعا ولكن صفات الفعل يصح سلبها عن الله سبحانه وتعالى في الجملة بأن نقول لم يخلق الله زيدا ثم خلقه فهنا سلبنا صفة الخلق في وقت من الأوقات بمعنى أنه لم يخلق زيدا ثم خلقه بعد ذلك هذه الأحاديث الشريفة في باب صفات الذات حول صفة العلم لأنه هناك من يفسر العلم في الله سبحانه وتعالى تفسيرا خاطئا ثم بعد ذلك يريد أن يسلب صفة العلم من الله سبحانه وتعالى قبل خلقه للأشياء وهذا كلام باطل ويستلزم الكفر فلذلك كثرة الأسئلة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام حول معنى العلم في الله سبحانه وتعالى أحاديث هذا الباب التي سنتلو بعضها في هذا اليوم أسئلة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام حول صفة العلم مثلا في الحديث الثاني من هذا الباب الشريف باب صفات الذات من الكافي لثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه يروي بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال سمعته يقول كان الله عز وجل ولا شيء غيره ولم يزل عالما بما يكون فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه الله سبحانه وتعالى منذ الأزل يعلم بكل الأشياء وبكل ما يكون بل يعلم بكل ما لم يكون أيضا لأن علمه ليس له حدود البعض توهموا بأن العلم في الله سبحانه وتعالى هو العلم الحضوري بأي معنى العلم الحضوري معنى ذلك أنه العلم يفسره بعض الفلاسفة بأنه إما حضور صورة الشيء لدى العالم وهذا يعبرون عنه بالعلم الحصولي يعني صورة الشيء تكون عند العالم أنت الآن الأشياء المختلفة التي حولك ترى هذه الأشياء صور هذه الأشياء تنطبع في ذهنك فأنت تعلم بهذه الأشياء هذا يسمى العلم الحصولي العلم الحضوري هو حضور الشيء لدى العالم لا حضور صورته نحن الأشياء اللي نراها صورتها تنطبع في أذهاننا أما في العلم الحضوري ليس انطباع صورة الشيء بل حضور نفس الشيء فلذلك يمثلون له بعلم الإنسان بنفسه صورة الإنسان وصورة نفس الإنسان لا تنطبع في ذهن الإنسان وإنما نفس النفس حاضرة لدى هذا العالم فيعلم بها وهذا يعبرون عنه بالعلم الحضوري زين هل علم الله سبحانه وتعالى علم حصولي يعني صور الأشياء تنطبع في ذاته هذا مخال ولا يمكن لموحد أن يعتقد بهذه العقيدة السخيفة الباطلة الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تلك الصور لكي يعلم لأن انطباع الصور معناها الاحتياج إلى تلك الصور لكي عن طريق تلك الصور يعلم بالأشياء وهذا أمر بديهيو الوطلان بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى ثم لا معنى لدخول شيء في ذات الله سبحانه وتعالى احنا الصور تنطبع في أذهاننا يعني تدخل هذه الصور في أذهاننا لكن الله سبحانه وتعالى لا معنى لذلك فيه زين قالوا ما دام استحال العلم الحصولي فعلم الله سبحانه وتعالى حضوري بمعنى حضور الأشياء لدى الله سبحانه وتعالى هذا الكلام يلزم أحد محذورين المحذور الأول هو قدم الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى عالم من الأزل فحضور الأشياء لديه علمه بالأشياء إذا كان بمعنى حضور الأشياء لديه فلازم هذه الأشياء تكون منذ الأزل موجودة فعلم الله سبحانه وتعالى بها متحقق فلذلك التزموا وابتدعوا مصطلح القديم الزماني يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل هو الخالق والأشياء منذ الأزل موجودة مخلوقة لله سبحانه وتعالى فكل الأشياء أزلية حتى ما لم توجد لحد الآن وستوجد في المستقبل يقولون هذه من الأزل موجودة وهذا كلام أيضا بديهي البطلان أولا نحن نعلم بأنه مجموعة من الأشياء ليست موجودة ستوجد في المستقبل فوجودها منذ الأزل هذا تناقض ثم نعلم بأن مجموعة من الأشياء إن عدمت فوجودها منذ الأزل معناه أنه بعد انعدامها يجب أن يتبدل العلم بها إلى جهل لعدم حضورها لدى العالم وهذا أيضا كلام باطل بالبداحة قسم آخر للفرار من هذا الإشكال التزموا بلازم ثاني وهو لازم أقبح من اللازم الأول التزموا بأن الله سبحانه وتعالى هكذا زعموا لم يكن عالما بالأشياء من الأزل وإنما حينما خلقها علم بها وهذا أشد قبحا من اللازم الأول اللازم الأول معناه أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء منذ الأزل والأشياء أزلية الوجود ولكنها مخلوقة هذا الكلام اللازم الثاني معناه أن الله سبحانه وتعالى وتعالى عما يقول الظالم العلوا كبيرا أنه كان جاهلا بالأشياء لم يكن يعلم بها لأنها لم تكن موجودة فلم تكن حاضرة لديه وإنما حينما خلقها علم بها وهذا كلام أيضا بديهي البطلان لأن الجاهل صفة نقص ونسبة الجاهل إلى الله سبحانه وتعالى نسبة صفة نقص إليه ويستحيل أن يكون واجب الوجود القديم جاهلا ثم كيف خلق وهو يكون جاهل إذا كان جاهلا بالشيء غير عالم بالشيء كيف يخلقه وهذا أيضا تالي فاسد آخر لهذا الزعم الباطل البعض هكذا يتوهم يتوهم أن العلم هو الانكشاف ولا يمكن الانكشاف بدون وجود المنكشف يعني لازم فتشي ينكشف حتى يصير انكشاف لأن الفعل والانفعال متلازمان بل هما حقيقة واحدة الإيجاد والوجود والفعل والانفعال والكشف والانكشاف إن نسب إلى الفاعل كان كشفا وإيجادا وفعلا وإن نسب إلى القابل يكون انكشاف وإيجاد وما إلى ذلك على كل حال هكذا زعم أنه إذا لا يوجد منكشف فكيف يوجد انكشاف فلا بد أن يكون الشيء أول موجود ثم يحصل العلم به ونتيجة هذا الكلام أيضا هو الجهل قبل خلق الأشياء وهذا كلام بديهي البطلان فالصحيح فالصحيح في الكلام هو أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء منذ الأزل وعلمه عين ذاته لا فرق بين ذاته وبين علمه ولكن هذا العلم ليس علما حصوليا للإفتقار إلى الصورة ولا علما حضوريا يعني ذول يحصرون العلم بين حصوليا وحضوريا ثم يتورطون في هذه النتيجة إما قدم الأشياء وإما يلتزمون بجهل الله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا بسبب أنه التزموا بأمر وهو بالأساس فاطل العلم البشري إما علم حصولي وإما علم حضوري لكن علم الله سبحانه وتعالى ليس من سنخ العلم الحصولي ولا من سنخ العلم الحضوري وليس هو بمعنى انكشاف الأشياء كما يحدث لدينا وإنما علم الله سبحانه وتعالى كنه مجهول لدينا لماذا لأن كن هذا العلم لأن هذا العلم هو عين ذات الله ونحن قد ذكرنا مفصلا فيما مضى أن عقولنا ترشدنا إلى وجود الخالق وأنه متحلي بصفات الكمال وأنه منزه عن صفات النقص لكن حقيقة وجوده حقيقة صفاته مجهولة لدينا يعني يعني الإنسان ليست له قابلية لأن يدرك حقيقة ذات الله غير ذات الله حتى حقائق الكون حقيقتها وذاتها الواقعية أيضا مجهولة لدينا وإنما نحن نعرفها بآثارها كما مثلنا فيما مضى نحن نعلم بوجود الكهرباء عن طريق علمنا بآثار الكهرباء من الطاقة الموجودة من الإضاءة من الحرارة وما إلى ذلك لكن ما هي حقيقة الكهرباء هذه مجهولة حتى العلم الحديث لا يمكنه أن يفسر حقيقة الأشياء وإنما يبين آثار تلك الأشياء فإذا الماديات نحن لا يمكن أن نعرف حقيقتها فما بالك بخالق الماديات بالله سبحانه وتعالى فعلم الله عين ذات الله نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى عالم ولكن حقيقة هذا العلم مجهولة لدينا ليس علما حضوريا ولا علما حصوليا فهذا ملخص ما في أخبار هذا الباب نحن نتلو ونقرأ بعض هذه الأخبار الأحاديث الشريفة ونبينها بشكل مختصر سمعته يقول يعني محمد بن مسلم وهو من كبار الرواة الذين رووا عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام وهو من أفقه أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام قال سمعته يقول كان الله عز وجل ولا شيء غيره هذا رد لمن يتوهم بأن الأشياء قديمة زمانا كما بينا ذلك الله كان ولم يكن شيئا لأن جميع الأشياء مخلوقة وهذه الأشياء المخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي أراد أن يخلقها وقبل ذلك لم يكن شيئا ولم يزل عالما بما يكون منذ الأزل الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى عالم بأفعال العباد علمه ليس سببا لأفعال العباد لأن أفعال العباد اختيارية والإنسان باختياره يقوم بتلك الأفعال يعني الذي يؤمن باختياره يؤمن والذي يكفر باختياره يكفر الله سبحانه وتعالى منذ الأزل عالم بمن سيختار الإيمان وعالم بمن سيختار الكفر وعلمه ليس سببا لاختيارهما وقد مثلنا فيما مضى بالمعلم المتفرس المتوسم الذي في بداية السنة يعلم بأن هذا التلميذ المجد الشاطر سينجح ويعلم بأن هذا التلميذ الكسول سيسقط علمه بأن هذا سينجح وذاك سيسقط ليس سببا لنجاح هذا ولسقوط ذاك لأن العلم ليس سببا لأفعال الآخرين فالله سبحانه وتعالى لم يزل عالما بما يكون ثم بعد ذلك يقول الإمام فعلمه به يعني بما يكون قبل كونه كعلمه به بعد كونه لماذا؟ لأن ذات الله لا تتغير علم الله لا يتغير الله قبل أن يخلق الشيء أو قبل أن يتحقق الشيء كان يعلم به بعد تحقق ذلك الشيء علم الله لم يتغير وإنما المعلوم تغير وهناك فرق بين تغير العلم أو تغير المعلوم الشيء لم يكن موجودا لكن الله كان عالما به ثم وجد ذلك الشيء الله سبحانه وتعالى لا يزال عالما به الشيء تغير نحن الآن الله يعلم بنا ويعلم بحركاتنا ويعلم بسكناتنا ويعلم بما نفكر قبل أن يخلقنا يعلم بكل هذه التفاصيل وحينما خلقنا يعلم بهذه التفاصيل وبعد أن نموت وبعد أن يرث الله الأرض ومن عليها وبعد أن يهلك كل شيء وكل شيء هالك إلا وجهه أيضا يعلم العلم لم يتغير المعلوم تغير نعم نحن علومنا قد تتغير يعني مثلا كما مثلنا فيما مضى أنت تعلم بأن الشمس ستشرق غدا كل واحدا من عندنا يعلم بأن الشمس في يوم غد ستشرق زيلا حين شروق الشمس نعلم بأن الشمس في حال الشروق وبعد أن أشرقت الشمس نعلم أن الشمس أشرقت علمنا تغير لأن في اليوم الماضي كان علمنا بأن الشمس ستشرق ثم في حال الشروق نعلم أنها في حال الشروق هذا ستشرق تبدل إلى في حال الشروق وبعد ذلك علمنا يتغير بأنها قد أشرقت هذا بالنسبة لنا لماذا؟ لأنه نحن في الزمان الزمان يحيط بنا فلذلك عندما يتحرك الزمان علمنا أيضا يتحرك ويتغير مع تحرك الزمان لكن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وليس في الزمان ولذلك علم الله سبحانه وتعالى بالنسبة للأشياء قبل كونها وبعد كونها لا يتغير ويمثلون له بمثال هذا مثال لتقريب الأمر إلى الأذهان نفرض أن رجلا جالس في غار ثم من أمام هذا الغار يمر قطار من الإبل قطار يمر من أمام تمر من أمام ثقب الغار فلنفرض أن كل بعير لونه أسود ثم البعير الثاني لونه أبيض وهكذا بعير أسود وبعير أبيض ثم بعير أسود ثم بعير أبيض وهكذا هذا الذي جالس في داخل الغار حينما ينظر لأنه نظرة من ثقب الغار يرى أن بعير أبيض قد مر ثم بعد أن يختفي هذا البعير الأبيض يرى بعير أبيض أسود قد مر أيضا عندما يختفي البعير الأسود الثاني يرى بعير أبيض ثالث وهكذا هذا حالنا بالنسبة إلى الأشياء والليل والنهار تشبيه البعير الأسود والأبيض بالليل والنهار لأنه نحن نعيش في دائرة الزمان ولا يمكن أن نخرج من دائرة الزمان لذلك نرى الليل والنهار نعلم بأنه سيكون غدا النهار ثم نعلم بأنه النهار في حال الوجود ثم نعلم بأنه النهار انتهى وصار الليل لكن الشخص الآخر الذي لا يسكن في الغار وإنما جالس على قمة جبل في الطرف المقابل يرى كل هذا القطار من البعير من البعير الأول إلى البعير الأخير هنا حينما هذه البعران تتحرك من أمام ثقب الغار بالنسبة إلى ذلك الشخص الذي يراها من فوق من قمة جبل من الأمام لا يتغير شيئا لأنه يرى كل هذا القطار من البعير الأول الأبيض مثلا إلى البعير الأخير الأسود وكل ما بينها من البعران يراها بنظرة واحدة لماذا؟ لأنه خارج عن الغار هذا التشبيه لبيان أنه الإنسان لأنه ضمن الزمان يعيش لا يمكنه أن يخرج من الزمان لذلك يعلم بشيء مستقبلي ثم يعلم بتحقق هذا الشيء ثم يعلم بانتهاء ذلك الشيء فصار نوع تغير في علمه سيكون كائن الآن وكان فيما مضى لكن الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان فلذلك كان ويكون وسيكون وهو كائن في حق الله سبحانه وتعالى لا معنى له وإنما الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ومن جملتها محيط بالزمان علما وقدرة فلا تغير في علمه وإنما التغير في المخلوق المعلوم هذا بالنسبة إلى الحديث الثاني من هذا الباب أما الحديث الثالث في هذا الباب الشريف من باب صفات الذات من الكافي الشريف أحد الرواة يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام أنه هل يجوز أن نحمد الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفية ونقول الحمد لله منتهى علمه أنت تريد تحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا ووسيعا وكثيرا هل يصح أن تقول الحمد لله منتهى علمه الجواب كلا لماذا؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى لا منتهى له علم الله لا حد له حتى تقول حمدك وحمدنا فعلنا وفعلنا محدود وله نهاية وليس غير متناهي فكيف يمكن أن يكون فعلي غير متناهي؟ هذا مستحيل فإذن حينما تقول الحمد لله منتهى علم الله أنت بهذا الكلام تحجم علم الله سبحانه وتعالى وهذا خطأ فلذلك الإمام نهاه عن هذه المقولة لا تقول الحمد لله منتهى علمه لأن علم الله ليس له منتهى وإنما الصحيح أن تقول الحمد لله منتهى رضاه لماذا؟ لأن رضى الله سبحانه وتعالى من صفات الفعل وصفات الفعل محدودة لأنها ترتبط بخلق الله لأن المخلوقات محدودة فصفات الفعل أيضا محدودة بحدود الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيان ذلك قد ذكرنا فيما مضى من الفروق بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفات الذات لا يصح سلبها في حالة دون حالة لا يصح أن نقول أن الله لم يكن يعلم ثم علم لكن صفات الفعل يجوز سلبها في حالة دون حالة نقول أن الله لم يكن راضيا عن زيد ثم راضي عنه فسلبت رضى الله عن زيد ثم أثبت ذلك الرضى بالنسبة إلى زيد فهذا صار الرضى من صفات الفعل ما معنى رضى الله سبحانه وتعالى؟ هل لله كيفيات نفسانية مثل كيفياتنا؟ كلا الله سبحانه وتعالى منزح عن الكيفيات النفسانية نحن نغضب ونرضى هذه تفاعلات نفسانية تسبب تغير في ذواتنا الله سبحانه وتعالى منزح عن الكيفيات النفسانية ومنزح عن التغير في ذاته فلذا رضى الله سبحانه وتعالى وغضبه مرتبط بفعله رضى الله بمعنى الثواب غضب الله سبحانه وتعالى بمعنى العقاب الثواب الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للناس الله كريم لكن حكيم يعطي كل إنسان بمقدار قابليته الله يتفضل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في آية أخرى كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل في كل سنبلة مئة حبة سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء كما وكيفا أكثر من سبعمائة ضعف زين هذا الثواب يعطيه الله سبحانه وتعالى للإنسان المؤمن لكن بالنتيجة إلحى حدود حسب قابلية هذا الإنسان المؤمن فلذلك رضى الله سبحانه وتعالى مرتبط بفعل الله يعني مرتبط بثواب الله والثواب على كثرته مخلوق لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يرزق مجموعة من عباده بغير حساب يعني لا يمكن لأحد أن يعد ذلك الثواب لكثرته ولكن كلما كان كثيرا واستعصى على حصره لكنه يبقى محدود بمقدار قابلية ذلك الإنسان فلذلك رضى الله سبحانه وتعالى له منتهى لأنه من صفات الفعل فأنت قل الحمد لله منتهى رضاه لكن تقول الحمد لله منتهى علمه هذا تحجيم وتحديد لعلم الله سبحانه وتعالى وهو ليس بصحيح لذلك يقول الكاهلي وهذا كان من خيارة الأصحاب الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كتب إلى علي بن يقطين اضمن لي الكاهلي وعياله أو أهله أضمن لك الجنة هذا يكشف عن أهمية الكاهلي عند الإمام الكاظم على كل حال الكاهلي يقول كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام يعني الإمام الكاظم في دعاء الحمد لله منتهى علمه فكتب إليه فكتب إليه الإمام في الجواب كتب إليه لا تقول أن منتهى علمه فليس لعلمه منتهى ولكن قل منتهى رضاه هذا الحديث الثالث من هذا الباب وهناك حديث أخرى في هذا الباب لعلنا سنتعرض إليها في الحلقات القادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين موسيقى موسيقى